بيقول سؤال في بعض الأحيان وفي صلاة الجهر أنسى وأصلي بالسر ركعة بعد ذلك أتذكر يعني بيصلي ركعة بالسر بعد ذلك أتذكر تذكر أن أصليت الركعة اللي فاتت بالإيه؟ بالجهر ماذا أفعل؟ ألأكمل أم أعيد الصلاة ولك جزيل الشكر؟ إيه وأتعيد؟ الجهر والسر ده من إيه؟ من هيئات الصلاة يعني ما ترجعش ما ترجعش تعمل إيه؟ ما ترجعش ترجع تاني تقرأ القراءة اللي فاتت بالإيه؟ بالجهر لأن أنت لو عملت كده أنت سبت إيه؟ سبت فرض اللي أنت فيه دلوقتي اللي أنت القيام أو الركوع أو السجود وسبت فرض وراح تعمل إيه؟ تعمل سنة لأ أنت لو عملت كده تبطل صلاتك فما تعملش كده فتعمل إيه؟ تعمل إيه؟ ببساطة خالص تكمل صلاتك ولو إنك سريت في كل الركعات اللي فيها جهر مش هيحصل حاجة صلاتك عتكون صحيحة بيحصل بقى ساعة الناس تتفزع واحد جي يصلي ورا إمام تلع بيصلي إيه؟ بيصلي السنة فبيصلي إيه؟ بالسر فييجي يعمل إيه؟ يفضل يعمل كده الناس الحركة في الصلاة لابد أنه تكون الله سبحانه وتعالى قال وقوموا لله قانتين فهو يفضل إيه؟ يزغد الراجل في الصلاة ويفضل يحركه في الصلاة عشان إيه؟ يعل صوته يا سيدي الإسرار والجهر ده من سنن الصلاة تبقى أنت عمل إيه؟ اقرأ اقرأ أنت بل هو بيسر وانت مقتضي به خلاص اقرأ زي ما بتقتضي به الإمام وهو بيسر في صلاة الظهر ولا في صلاة العصر كمل صلاتك وانت اقرأ لنفسك صلاتك عتكون صحيحة؟ صلاتك عتكون صحيحة يبقى إيه اللي حاصل؟ ما ترجعش وما تعدش ما ترجعش وما تعدش كمل صلاتك وان شاء الله صلاتك مقبولة